اشهد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة بموافقة مجلس الوزراء على مذكلة اللجنة التنسيقية حول مقترح تنظيم التجارة فيما يتعلق بالموزع المعتمد بما يكفل تعزيز وتجيع التنافسية لصالح المستهلك وزيادة تمكين التاجر البحريني اكد بان هذا التنظيم يأتي من خلال استحداث نشاط موزع معتمد لوزارة الصناعة وتجارة من اجل تعزيز تنظيم هذا النشاط بما يوجد التوازن بين تجيع المنافسة لصالح المستهلك وزيادة تمكين التاجر البحريني وتعزيز مساهماته في التنمية الاقتصادية وحول نطاق والية التطبيق اوضح وزير الصناعة والتجارة بانه سيتم تطبيق التنظيم على الطلبات الجديدة لهذا النشاط وانه سيشترط ان تكون نسبة تملك البحريني فيه لا تقل عن 51% ووجود عقد توزيع مع الشركة المالكة للعلامة التجارية اضاف الوزير انه يجوز منح الشركات التي تحقق نسبة الملكية البحرينية اللازمة وهي 51% ترخيصا جديدا لمزاولة النشاط في حال وجود موزع بحريني قائم مما يعني امكانية السماح بوجود اكثر من موزع لذات العلامة التجارية ترجمة نانسي قنقر